خليني أروح بسرعة على العريش وزميلي العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بك محمود ويعني قلنا الأوضاع عندكم في العريش عامل إزاي خصوصا في ظل استمرار الإصرار المصري على إيصال المساعدات الإنسانية لأهلينا في قطاع غزة أهلا بك يوسف وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسع يمكن اللي بيحصل هنا في العريش ليس ببعيد عن الدور المصري القوي اللي بيتم حاليا للوصول للهدنة ووقف إطلاق النار ويمكن ده طبعا بالتزامن مع ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بدعوة كل الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة وزي ما أنت تحدثت كمان النهاردة يعني وفقا لمصدر مصري رفيع المستوى الاجتماعات الموجودة في القاهرة بمشاركة حماس وأمريكا وأيضا قطر للوصول إلى اتفاق الهدنة وصرحت الوكالة الفرنسية أيضا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال إن هناك وفد يعني وصل القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة بعد رد حماس على هذه المقترح المصري وكمان النهاردة الجهود المصرية بتستكمل في محاولة يعني وقف ما يتم فيه رفح الفلسطينية من خلال أيضا تواصل الوفد الأمن المصري والتأكيد لنظره الإسرائيلي على ضرورة وقف التصعيد يعني تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء هذا التصعيد وهنا في نقطة مهمة جدا كمان أن المصدر المصري رفيع المستوى بينفي تماما ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن مصر هيكون لها مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة وأنه لا صحة تتماما شكلا وموضوعا إحنا نفينا ده بالكامل طبعا نفينا ده بالكامل طبعا نفينا ده بالكامل طبعا يعني مفاوضات إيجابية بأن كل الأطراف يعني كنت بتكلم معاك يا محمود على كنت بتكلم معاك على أنه ويعني كنا بنتكلم سواء يمكن أنا وإنت طبعا حضرين ذلك مع مشاهدينا على أن مصر بتقوم بدور متعدد المصارات فلديها هذا المصار التفاوضي وتوقيع الضغوط على كافة الأطراف الوصول إلى أنه يعني كل الأطراف موافقة على العودة إلى المصار التفاوضي ولازمنا بنشوف يا ترى هل الأمريكان هيقدروا يضغطوا على الجانب الاحتلال الإسرائيلي إلى أي مدى لكن كمان مهم جدا المصار الإنساني اللي بتسلقه مصر في إصال المساعدات وعايز أعرف منك أخبار هذه المساعدات يعني كنتم برحب تقولي هناك الآلاف من الشاحنات التي تقف للدخول إلى قطاع غزة الأخبار إيه على المعبر من الجانب المصري في ظل الإسرار المصري على إنقاذ أهليلة بالتأكيد يوسف المساعدات المصرية لازالت موجودة بآلاف الشاحنات وألاف الأطنان كمان ومصر مازالت تفتح بوابة معبر رفح على الرغم من توطر الصراع الموجود على الجانب الآخر في رفح الفلسطينية لكن البوابة المصرية مفتوحة والمساعدات المصرية موجودة لكن هو طبعا نظرا للصراع والاشتباكات اللي بتحدث في رفح الفلسطينية تم غلق المعبر رفح من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني بعد بالطبع يعني سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني وكنا بنشوف يعني توغل التبابات اللي موجودة هناك فبالتالي ده أدى بالطبع إلى توقف كامل لدخول حركة المساعدات ودخول الشاحنات الوقود وحتى استقبال الجرحة والمصابين وده طبعا يعني وضع كارث جدا أكدت عليه المنظمات الدولية وكل المسؤولين الأمميين وكالة الأنروا النهاردة أكدت على أن غلق بعب الرفح من الجانب الفلسطيني واستمرار التوتر في رفح الفلسطينية هيؤدي إلى كارثة إنسانية خاصة في شمال قطاع غزة لأنك عارف يعني وقت مكانة المساعدات بتدخل كان في صعوبة في الدخول لشمال قطاع غزة نظرا لتعنت الاحتلال الإسرائيلي واستهداف بعض الشاحنات ومع ذلك مصر استطاعت في الأيام الماضية أنها تدخل عدد من الشاحنات لشمال قطاع غزة بها عدد كبير من المساعدات لكن للأسف بعد غلق المعبر من الجانب الفلسطيني فبالتالي حتى هذه اللحظة النهاردة ما كانش فيه دخول أي مساعدات مع استفاف عدد كبير من الشاحنات إحنا بنتكلم على وجود ساحة خارجية قدام معبر رفح فيها آلاف الشاحنات بالإضافة إلى مدينة الشيخ زويت ومدينة العريش وأيضا المخازن الاستراتيجية اللي موجودة في مدينة العريش فبالتالي إحنا بنتكلم على أن مصر الحد هذه اللحظة بتجهز آلاف الأطنان من المساعدات الجزائية وفيه كمان قوافل إنسانية دخلت في الأيام الماضية طبعا التحالف الوطن العمل الأهلي التنموي لم يتوانى لحظة عن تجهيز مزيد من القوافل نتحدث عن آخر قافلة دخلت للتحالف الوطن العمل الأهلي التنموي القافلة السابعة اللي فيها عدد كبير من الأطنان بالإضافة كمان لقوافل لمؤسسة حياة كريمة دخلت منذ أيام فإحنا بنتكلم على وجود شاحنات كبيرة جدا وده طبعا يعني السلطة الفلسطينية أو الصحة الفلسطينية النهاردة أشارت إلى أنه في آلاف المصابين والجرحة على قوائم السفر فبالتالي المصابين والجرحة على قوائم السفر هم الذين كانوا يأتون إلى مصر وتستقبلهم مصر من خلال بوابة معبر رفح لكن بعد غلق البوابة من الجانب الفلسطيني لم يتم يعني السفر هؤلاء المصابين وهم متواجدون الآن داخل قطاع غزة وكمان في صعوبة هناك في داخل قطاع غزة نظرا لتدهور البنية الصحية والمؤسسات الصحية والمستشفيات مفيش مستشفيات شغالة هناك بالعدد اللي يكفي علاج الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة وكمان عدم دخول شاحنات الوقود دلوقتي هتؤثر بشكل كبير جدا على تشغيل المستشفيات هناك وعلى كمان في انقطاع الكهرباء بشكل يعني مستمر داخل قطاع غزة فبالتالي هيكون هناك كارثة صحية أيضا فظل هذه الكارثة يعني أنا بشكرك جدا يا محمود كل شكر لك زميل العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصر